اجتمع معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في مدينة روما اليوم مع معالي السيد لوي جي دي مايو وزير الخارجية والتعاون الدولي بالجمهورية الايطالية وذلك في اطار الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله الى الجمهورية الايطالية وخلال الاجتماع عبر معالي وزير الخارجية عن ارتياحه لما تشهد علاقات الصداقة بين مملكة البحرين والجمهورية الايطالية من تطور وتقدم مؤكدا معالينا زيارة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة تأتي ضمن التواصل المستمر بين البلدين وتعكس رغبتهم الواضحة في دفع مختلف اوجه التعاون الثنائي لمستويات ارحب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين كما تطرق الاجتماع الى سبل تطوير التنسيق المشترك بين البلدين حيال القضايا الاقليمية والدولية والتباحث حول اهم التطورات والمستجدات في المنطقة بما في ذلك الوضع في دولة ليبيا والعلاقات مع ايران وهمية دور الدول المسؤولة بالمنطقة في التصدي لكافة التحديات والتوصل لتسويات للازمات التي تواجهها من اجل ترسيخ الامن والسلم والاستقرار بما يحقق مصالح جميع دولها وشعوبها وقام معالي وزير الخارجية ومعالي السيد لوي جي دي مايو بتوقيع على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الايطالية بشأن اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة من متطلبات التأشيرة واتفاقية بين مملكة البحرين والجمهورية الايطالية بشأن الخدمات الجوية واتفاق بين مملكة البحرين والجمهورية الايطالية للتعاون في المجالات الثقافية والتربوية والعلمية والتقنية ومذكر التفاهم بين وزارة الصحة بمملكة البحرين ووزارة الصحة بالجمهورية الإيطالية للتعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية كما قام معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وسعادة السيد جورجيو ساكوتشيا رئيس وكالة الفضاء الإيطالية بالتوقيع على اعلان نوايا بين الهيئة الوطنية لعلم الفضاء بمملكة البحرين ووكالة الفضاء الإيطالية حول التعاون في مجال الفضاء للأغراض السلمية وقد أكد معالي وزير الخارجية أن هذه الخطوة تأتي ضمن الحرص المشترك على المضي قدما في الارتقاء بعلاقات التعاون لأفاق أوسع واستثمار كافة الفرص المتاحة والإمكانات العديدة المتوفرة بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين